خينا في الرياضي الوقتي أزمة داخلية كبيرة في الأهلي محدش يقدرين كأن الأهلي بيعيش فترة صعبة جدا مع تراجع عداء فريق كرة القدم بتاعه اللي لفت الانتباه بشدة في الفترة الأخيرة لمجلس إدارة محمود الخطيب صحيح قدر سيد عبد الحفيز مدير الكرة في الأهلي أنه يكسب جزء من التعاطف ده بعد أزمته الأخيرة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ده بعد ما الأهلي خسر مباراة الكاس لكن حالة التعاطف دي مدى ميتش كتير ورجعت الانتقادات مرة تانية لإعداء الأهلي وبدأ الكلام عن خلافات داخل مجلس الأهلي خاصة بين عدوي مجلس إدارة الأهلي محمد عمر الضماطي وعسام غالي بسبب لجنة الكرة قعد الخطيب معهم حل الأزمة زي ما سمعنا أو زي ما بيقول موقع يلا كرة قال إن الخطيب قعد معهم وحل المسألة وين مسألة خلصت على كده أهو أزمة دماطي الخطيب على أن غالي انتهت أوكي أيوان كده وصلنا الواحد من مفاتيح الأزمة كابتن حسام غالي اللي سبق وكانت فيه مطالبات كتيرة برحيله من أول يوليو اللي فات على خلفية رحيل موسيماني وأزمة سيد عبد الحفيظ وده اللي نشره الموقع الموقع ده أو موقع اسمه الكرة أو كل الكرة مطالب باستبعاد حسام غالي من ملف الكرة الأهلي دي أصوات داخل مجلس إدارة الأهلي اللي قال تقم مش بس كده ده كمان سبق النهاء جمهور الأهلي هتف في الأيام الأخيرة في مباراة الجونة ضده حسام غالي وطالب برحيله على خلفية أزمته مع سيد عبد الحفيظ حسام غالي يا عم خلي عندك دم جمهور الأهلي وصل له اسمه حسام غالي كانت لعبة كرة اليد في الأهلي رحاب جمعة طلعت قالت تفاصيل أكتر من كده ورمت كلام عن حسام غالي وأنه هو السبب وراء رحيل كابتن هيسم أرابي عدو لجنة تعقدات زي ما كتبت الكابتن رحاب جمعة لعبة كرة اليد في الأهلي قالت أنا هتكلم معاكم في نقطة تانية هتكلمت فيها وهتكلم فيها تاني أول ما بتاع المشاكل اللي رجع النادي تاني رجع وبيعمل شلل وهدفه يعمل تفكك في النادي وخصوصا في الفريق تحسه سرطان والله بسبب وهيسم أرابي ماشي بسبب تدخله في كل اجتماع مع مسماني وبيحشر نفسه في كل حاجة وعايز يفرد نفسه خلاص انت بلوت حدفت علينا والله جبت لنا الفقر ويريد تمشي وما نشوفش وشك تاني لأنك بتاع مصلحتك وعمري ما حبيتك ولا طيقتك لأنك ما عندكش بربع جنيسة لكان يعني موضوع الخلافات في المجلس مع حسام غالي مش من فراغ وقص التوسط الكابتن خطيب في حلها ووراها كلام كبير هنا ده ابقى الأسئلة هل الخطيب هيفضل معه حلول طرية عنده بس حلول طرية ولا فيه إجراءها هياخده خاصة ان فيه كلام بيتردد عن إقالة حسام غالي زي ما تكتبت في التغريدة دي او صاحب الحساب ده كتب العربية بيقول بينها عزل حسام غالي قرارات ثورية جارية داخل الأهل المصري هل فعلا ده يحصل؟ لكن الأكيد فيه قراراتها تحصل يومين دول بإلغاء لجنة التخطيط اللي تسببت في خسائر داخل نادي الأهلي اتكلم عنها المواقع الصحفية زي ما كتبت التغريدة بتاعة العربية دي الأهلي يلغي لجنة التخطيط بعد خسارة 167 مليون جنيه بسبب السفقات مين بقى رئيس لجنة التخطيط؟ ده بقى الاسم التاني كابتن محسن صالح لعب الأهلي السابق اللي هو كان في جيل الزهب الأهلي محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالأهلي تقدم باستقالته أكتر مرة الخطير رفض الاستقالة رغم خير على ترك ما نسمه عقب تقديم اللجنة استقالتها نهاية أغسطس مع تولي شركة الكرة سيتم إقناع الصالح بالبقاء ضمن الهيكل الجديد أزمة حسام غالي ومحسن صالح وطريقة تعامل خطيط مع الاثنين شجعت ناس تفكر في الانتخابات في الفترة الجاية اللي منهم كابتن أحمد بلال ده غير الظهور المفاجئ لكابتن محمود طهر أو الأستاذ محمود طهر رئيس نادي الأهلي السابق في احتفالية التركي آل شيخ بمناسبة صعود نادي الميرا في أسبانيا وستاذ محمود طهر لوح لقناة الان بي سي أنه في خدمة جماهير الأهلي لكن قبل ما يفضل برضو قبل منلوم الناس اللي نازلت نفس نراجع اللي حصل في الأهلي زي الكلام اللي اتنسب للمدير الفني السابق للزمالك باتريس كارترون عن محابات أحمد مجاهد رئيس سحاد الكرة للزمالك على حساب الأهلي وطلع وقتها رئيس لجنة الزمالك ينفي التصريحات دي أهو أنتم بيقول أهو سخد ضغط مورد زمالك أحمد مجاهد الأهلي أكتر فريق تم ضغطه كارترون طلع فضح الموضوع كله وقال لك كل طلبات الزمالك كانت مجابة الأهلي لا في مقابل مشهد الداخلي المعقد ده دشع عدد من جميل الأهلي هاشتاج بعنوان الخطيب خط أحمر ودفع جميل الأهلي عن خطيب زي ما بيقول حساب باسم أحمد قال إن الخطيب خط أحمر وقال إن أهلي مش للبيع الخطيب هو من أفسد خطط بيع الأهلي الخطيب هو خط الدفاع الأول الأهلي حماية الخطيب واجب على كل أهلاء ومقرس دخل على خط الدفاع عن الأهلي لاعب سابق أو لاعبه السابق زي إبراهيم سعيد اللي شاف إن النادي في وضع صعب ولازم نعدي فقال كابتن إبراهيم سعيد لعب النادي الأهل السابق قال بالنص كده كل الدعم لمن صنع تاريخي وصنع اسمه وصحب الفضل علي كل من يهجمون لها النادي الأهلي والتاريخ والماضي والحاضر المستقبل بطولاته أكبر لأنديها الشعبية كمان دخل ناشطين خالجيين لدعم الخطيب وقال الناشط الإماراتي حاتم حجازي معلق على تواجد الخطيب في جوائز الجلوب سكور بتاع الإمارات قال هل لديكم هو بيسأل الإماراتي هل لديكم في مصر من وقف هذه الوقفة وله هذه المكانة كل عالم ما يعرف في مصر إيه للأهرامات الأهلي والخطيب عرفتم لماذا يحاربونه وبالتأكيد الخطيب خط أحمر قبل ما نروح على موضوع النات فيليكس وشبكة النات فيليكس اللي بتخسر وليه بتخسر وهل سياستها الأخيرة دي هي لمخسراها وإيه الحلول ده قبل ما نروح عن الموضوع ده عايزة أقول الكابتن خطيب حاجة هناك أصوات بتقول الكابتن خطيب خليني هنا الأهلي بيمر بنفس الظروف اللي مر بيها الأهلي في التسعينات في بداية التسعينات خالص أيام ما كان رئيس النادي الأهلي كابتن عبدالصالح الوحش وكابتن عبدالصالح الوحش هو من أدخل الخطيب إلى انتخابات الأهلي أو إلى مجلس إدارة الأهلي ساعتها الدنيا اتقلبت لما الأهلي خسر قدام لإسماعيلي الكاس تقريباً أو متش زي كده فالدنيا اتقلبت والأهلي كان بيلعب وحش جداً ومستوى في الترد الدنيا اتقلبت على كابتن صالح الوحش عبدالصالح الوحش وأحد اللي اتقلبوا على كابتن عبدالصالح الوحش هو الكابتن خطيب نفسه فالناس بيفكروا بيقولوا فاكر لما وقفت قدام كابتن عبدالصالح الوحش وطيرتوه من مجلس إدارة الأهلي لأن الأهلي كان وحش خلي بالك كابتن خطيب الأهلي بيمر بنفس الظروف دلوقتي